اكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي انه على الرغم من وجود العديد من الاستراتيجيات الدولية والاقليمية لمواجهة التنظيمات الارهابية في منطقة الساحل الافريقي الا ان التنظيمات الارهابية في هذه المنطقة الحيوية ما تزال قادرة على شن هجمات ارهابية نوعية واستقطاب عدد كبير من العناصر المحلية للانضمام اليها جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البرلمان العربي في افتتاح مؤتمر برلماني دولي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي حول مكفحة الارهاب في منطقة الساحل بمشاركة رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية ورئيس اللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس واشار العسومي في كلمته في افتتاح اعمال هذا المؤتمر والتي القها من مقر الاتحاد البرلماني الدولي الى ان التهديدات الارهابية المتنامية التي تشهدها منطقة الساحل ليست بعيدة في تأثيرها ومخاطرها عن المنطقة العربية في ضوء علاقات الجوار الجغرافي التي تربط بين المنطقتين والطبيعة العابرة للحدود للتنظيمات الارهابية وشدد العسومي على ان هناك حاجة ماسة الى مراجعة شاملة لسياسات مكافحة الارهاب في منطقة الساحل لتحقيق اكبر قدر ممكن من التكامل بين الاستراتيجيات الاقليمية والدولية القائمة حتى تكون هناك نتائج ملموسة على ارض الواقع في محاربة التنظيمات الارهابية ترجمة نانسي قنقر